السلام عليكم يا احلى متابعين سما معاليش انا مقصرة معاكم الفترة دي بس تدعو اللي ربنا يطلعني من المحل هنا فيها وانزل لكم احلى فيديوهات النهاردة باذن الله اهم حاجة سيبكم البشاميل اللي هو المكون الاساسي بتاعنا النهاردة هي البطاية اللي محشية رز تكون الرز اناي مش مستوي طب يلا نصلوا على النابي كده والناس اللي ما حاطيتش اشتراك تحط اشتراك وتصلى على النابي في قلبها وهنعمل احلى حال يتماشي ملاش حال كرم بكوسة فلفل بتنجان هندلح كرشنا وندلح عن نفسنا ده بالمناسبة كنتطلع اردر تمام انا ما شاء الله يا جماعة بعمل اردرات دلوقتي بسم الله ما شاء الله والناس بتشهد باكلي في المنفوحة والسعودين واخوات السعودين اكتر بيشهدوا في اكلي النهاردة عايزين دايكات عايزين شير وبشكر كل اخوات السعودين اللي بيدعموني اخوات المصريين شكرا لكم على تعالياتكم السلبية بجد يعني شكرا لكم الناس اللي متغازة مني الله يبارك لكم ويصلح لكم ويديكم ايه اللي انتو بتتمنون ليه يرود هاركم اضعاف 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 اول حاجة معنا دكار بط بلدي محترم كده ده دكار مش مش انسة خالص هنتابله بقى بصل فلفل جسط طيب ملح ونسيبه لمدة ساحتين تلاتة عايز تابله من الليل براحتك حشوة البطاية نجد هنا معنا طاصة حتى الزبدة حتى الزيت نجد بصلة مفرومة طمط ماء معها قرينة فلفل حامل ونفروم مقايز جدا بالشكل ده و اول ما تسيح ننزل عليها بالبصل اللي احنا فرمينه احنا بس هنتبه للبصل يا جماعة الرز هو هيبقى ني معانا هنا رشط شطة فلفل اسود جوسط طيب ورشة صغيرة من الارفة و هننزل هنا بكوباية الرز كما تشايفين بالشكل ده ده بس احنا تبهنا البصل لما بتتبل كده شوية بتبقى طعمها حلو بس احنا كده تمام هنطفى بقى عليهم ده اللي احنا عايزينه مش هنزود مية ولا ايه حاجة عشان عبال ما يستيه هو دكر البط يكونوا هما الاتنين خدوا السواء المناسب هنجيب دكر البط بتاعنا هنبتدي نحشي بالشكل انت شايفينه ده هندخل الرز ونفضل نبطط فيه بالشكل ده يعني مش هنخلي حتة مكالكعة هنحط رز ونفرد بأدينا من بره الجوه وجوه البره بالشكل انتو شايفينه ده فاهمين ازاي ومش هنجبسه او هنخلي مساحة زي متو شايفين بالشكل ده كده عشان الرز لما يتنفق يبقى فيه فراغ ان الرز دي يستوي يبقى فيه عيل وكده عشان الرز دي يستوي لو كبستيه الرز مش هيستوي هيفضل نيل جوه طب خليكي معايا كل حاجة بالتفاصيل كده ان شاء الله وهي اجيبك اوي الضقر البط الناس الاول مرة تتفرج على الفيديو ده متنسوش الاشتراك يا جماعة وهنفتح فتحة بسيطة كده من ناحية الورك عشان برضو نديها رز بالشكل انت هتشوفو دلوقتي كده حاجة بسيطة ندخل حاجة رزي انا بيدله طعم حلو جدا والرز اللي جوه الحشوة الضقر البط بيبقى رهيب يا جماعة اقسم بالله عالمي عالمي اعملوا بس التكالي انا قلتلكم عليها دي انك تتبلي البصل الاول متحطوش نيف نيف اعملوا الحركة دي هتدعيلي بجد وهم حاجة قرن الفلفل الحامي ورشة الافة الصغيرة ورشة الجسطي ورشة الفلفل اسود المطحون فرش طبعا احنا كده زبطنا الديني هنقفل بقى بخلة السنان هنقفل بقى طبعا انا هنا كنت جايبها بقى الضقر البط كده مفتوح تمام انا بجيبه مالمو معا كده شوية هنفتدي بقى نقفل بخلة السنان لو عايزة ان تضحش الرعبة مفيش مشكلة انا محاشيتش الرعبة لان الدكر البط كنت جايبها كده مبادل بس انا الصرف تقفلته بعد كده هنفتحه فتحة من على الجنب ده من على الجنب ده بالسكينة عشان خاطر الشربة تدخل حشوة تدخل للرز ويستوي هنفتح من الجنب ده الناحية دي وهنفتح من ناحية التانية نفس الفتحة تمام يا جماعة زي ما شايفين بالشكل ده اهو شايفين الفتحة زي كده ونفتح الناحية التانية نفس النظام بس كده معنا بقى الماء بتاعتنا تسخن نزل دكر البط بصل طماطم لاورة حبهان وفرشة فلفل اسود ما تحوطش مرحة خلاصة لما نعرف ان هو استوى هنعرف ازي ان استوى ممكن تفتحي سدره تدوس في سدره بالسكينة واو تعرفي ان العظمية لما تمنت كده تعرفي ان دكر البط استوى انت بعد كده هنضهنه بسلصة هنضهنه بسلصة فلفل اسود وشوية زيت ونحطه قده على الوش وبعد كده نسيبه تحت الفرن تمام تحت الشوية ونقعد كل شوية نقلب وهنا معانا المحش المشاكل كلها تبقى حلة واحدة كوسة فلفل بتنجان معانا كرم بمسلوق معانا الطماطم معانا البصل بتاعنا قصد الحشوة دي الحشوة دي عالمية يا جماعة انا فعمل لكم كذا مرة روحوا تفرجوا على الفيديو كامل بتاع النحشي الناس بتفرج لحدنا ما حتيتش اشتراكوا حتيت لايك انتو فرحين بس في التعليقات في كل الفيديوهات ما شاء الله عليكم بس بصراحة الناس بتاع اليوتيوب الناس محترمة اكتر حاجة بتعود الفيسبوك ما شاء الله او بتعود الاستجرام هنا زي انتو شايفين بقى عملت العظمة دي عظمة يا جماعة انا مجربت لكوش الطريقة بس اوعيدكم ان هنزلكوا الطريقة هنا بقى المحش بعد ما استوى شايفين الجمال شايفين العظمة استهل لايك واستهل اشتراكوا لا لا معالش انا برجع اقول لكم تاني ان انا مقصرة معاكم في الفيديوهات بس انا عندي معالش يا جماعة عندي ما احنا محتاجة منكم الدعوات عندي قرب قصما بالله في حياتي ربنا يعدي الامداء على خير يا رب وارجع اصور لكم كل يوم في كل الاماكن واتنطط لكم في كل اماكن في السوادية ان شاء الله تنسوشوا اللايك والاشتراك يا رب دعوالي دعوتين حلوين كده ربنا استجاب منكم يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو اعجبكم الفيديوهات اشتراك في القناة